بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين نمضي وإياكم في سلسلة رسالة عنوان المحاضرة اليوم كيف تنجح في علاقتك مع الآخرين لو أتينا بعشر أشخاص لا على التعين من رجال أو نساء وسألناهم كيف علاقتك مع الناس تلاقي واحد قد تخاصم مع أبا وزوج قد تخاصم مع زوجته وجار تخاصم مع جاره وهذا مع شريكه وهذا مع أجيره وهذا مع صديقه شوف إنسان تخاصم مع جاره وزوجته وأجيره ومديره طيب في مشكلة أصبح في تعامل الناس فيما بينهم نحن من نصل لطريق راقي أن نتعامل مع بعضنا بالرقي الإنسان بطبيعته خلق مدنيا لأن يتعامل مع الناس حتى جعل الله عز وجل الصلاة جماعة فيها ثواب ليش؟ حتى تروح وتتعامل مع الناس بتجي على المسجد بتشوف كم كبير من الناس تسلم على هذا وتتعامل وتتعرف على هذا تتعامل مع هذا ولو بالكلام اليسير أرى أن هذه المحاضرة ضرورية أن يسمعها الكبير واليافع والمراهق والمرأة وأن يسمعها المسؤول وأن يسمعها الإنسان العادي وهذا من صلب ديننا عم يدخلوا دورات بالبرمجة اللغوية العصبية ويدفعوا مصاري كيف يتعامل الإنسان وكيف يرقى في تعاملاته سنجب لكم شيء النبي عليه الصلاة والسلام حكى عنه شيء القرآن حكى عنه لا نحتاج إلا أن نطبق قبل أمس على صلاة الفجر بعد الفجر كل يوم عنا درس برياض الصالحين تقول لهم الكم من المعلومات اللي عم ناخدها كثيرة كبيرة لكن المهم تبهوا المهم أنه الإنسان يستحضر النص الإرشادي النص النبوي الآية القرآنية في الوقت الصحيح يعني لما بدأ يطلع خلقه يذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب ولك الجنة لما يشوف نعمة على أخوه المسلم يذكر مذمة الحسد وعلى ذلك فقس من الأخلاق الكريمة طيب كيف ننجح في علاقاتنا مع الآخرين أول شيء طوطين النفس تجهيز النفس على التعامل مع الناس بحسن الخلق أنه حسن الخلق هو مقرب إلى الله عز وجل أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا شوفوا أخوانا الكرام حسن الخلق هو الهدف الأسمى من رسالة الأنبياء لما وصف الله نبيه لم يصفه بكثرة العلم ولكنه وصفه بعظمة الخلق قال وإنك لعلى خلق عظيم اللي عم نفتقد الآن هو الأخلاق الأخلاق يعني تلاقي هذا هذا اللسان طويل هو يمكن قلبه أبيضها لكن ما عرف أن يعبر حسن الأخلاق يجب أن يجتمع النية الحسنة مع الفعل الحسن يمكن من أسبوع أو أسبوعين أسبوع أظن أسبوع قبل الماضي درس درس بن الدروس لك كلمة بتوقف حرب كلمة كلمة قال بالأخلاق شو أنا أنا بعتذير مع أهدية خلصت كل الخصومة خصومة صلى شهرين ما تدخل فيها أمم لا إله إلا الله يعني البشرية زوجة تقول له لا زوجها أنا بعتذير مع باقت ورد انتهى هاي الأخلاق وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت لذلك تعامل مع الناس تعامل بحسن الخلق هلا ندخل أولادنا بيقول لك عملوا له فحص لغة إنجليزية بيحطوهم المستوى الخامس بيتو مستوى الرابع المستوى التالت قال له أنا هلا بدي أعمل مستوى أخلاق قال له فحص ساعة قال له شو بتعرف لي عن الحلم ما بيعرف ما بيعرف عم حضر الخطبة الآن عن المسجد الأقصى بكرة الحدث الليل بتلعلي بدي أخطب بالناس بالأقصى شيء يعني يندله الجميع بعدين شو بدك تخطب بالناس بالأقصى طررت أنه أخطب ماذا تعرف عن الأقصى شو بتعرف عن الأقصى أول شي شو هو الأقصى أبنائنا الجيل اللي ابن خمسطعش وستعاش ماذا تعرف عن الأقصى أنت الآن ماذا تعرف عن الأخلاق شو الحلم لازم لازم الآن الدورات قبل أن نعلمهم لأنه حريص في مركز قيم على أن تكون الدورات كلها تتعلق بالقيم شو بتعرف عن الوفاء علم الناس هل الدعاة خلينا نعلم الأخلاق ذلك كان يتعلم النبي عليه الصلاة والسلام بالحال شوفوا أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت معلما إنما بعثت لأتمم مجهر الأخلاق وهي ما بتصير إلا إيش هذه بدأ تصميم وبدأ إرادة شونا لكم بكرة شو الدرس عن الأسلوة الحسنة بعدين ما منشوق الصحابة ينفكي عنه بكرة إنعجن بمحبة رسول الله لما يوصف النبي عليه الصلاة والسلام يوصف أخلاقه بتحس إنه الكلام ساحر بدنا أخلاق نتعامل مع الناس بالأخلاق الأخلاق منبع الأخلاق هو النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما بدك تتأثر بالنبي حبا سيدنا أبن عمر سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث إنه ثواب الصلاة في المسجد الأقصى قال فذهب وكان عطشان فما شرب صلى ودعا وقام قالوا لو ألا تشربوا الماء قال ورد عني النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال وذكر الحديث قال وقت المسجد الأقصى لا يريد إلا الصلاة فيه لا يريد قالوا ما ثكر الماء 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 بتشربه برة شوفوا قديش التأثر بالنبي عليه الصلاة والسلام بدك تحب بدك تحب النبي تقرأ أخلاقه واتطبئ هذه الأخلاق مع الناس مع الجار الوفاء الوفاء بالوعد كيف النبي عليه الصلاة والسلام عمل الخدم يعني العمال أنت صاحب شركة بتنجاح ولا ما بتنجاح بتنجاح طيب قال معاملة الناس حسب طبائعهم التي أعطاهم الله إياها الناس ما بطبع واحد الناس ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في طباعهم أنهم مثل مثل الصخر في صخر هل في جبل بتلاقي جبل أخضر كثرة الماء في جبل بتلاقي هل في في ليبيا في جبل اسمه الجبل الأخضر في جبل بتلاقي محلؤ له على الصفر أصم ليس فيه عرق أخضر سبحان الله هذا آسي في جبال رملية هيك الطباع النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض من هنا من هنا من هنا من هنا عز وجل فجاء بني آدم منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل راحت سهل سلام عليكم وقال له في مشوار ونروح بيليك دغري الواحد بيليك ليش ما خبرتني قبل بوقت بده الزلم يعتد بإيش بكيانه كون ما عنده شيء على قولة العوام بدأ يوزين صعب في واحد سهل المؤمن سهل يألف ويؤلف والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك خرجوا الإمام الترمذي في إنسان صعب الإنسان الراقي هو الذي يتعامل الناس بحسب طبائعهم هلا أنا ما حاقلكون أنه أروح شوف الناس كلياتهم بس أنت الحلقة الأقرب يعني واحد زوجته يعني لا نفرض أنه زوجتك بدغار زوجتك بدغار وتذكر لقصص النساء ما تفقى أخوك لا نفرض حساس من موقف معين مرة كنت في مجلز قاعد أخ عم يحكي عن أولاده ونجحوا بالبكالوريا والله يرضى عليها نجحت بالتاسع والثاني عندي بالصيدة ليه ودري إيش مسكت وقال الله يرضى عليه غير غير الموج يشوف لك الأخ اللي قاعد هناك ما عنده أولاد يعني شو قاعد عم تحكي لا 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 ما عندي علم يجب يعني يعني إنه الإنسان ما يعني يسترسي بغرأ تشوف مجلس نساء وحدة عزبة ومات يسريت والتاني عم تحكي عن بنات اللي بدي تزوجون ما بتصير هذا الكلام تخسر الآخرين الموقف تعرف شو بتحكي مين الشخص تعرف شو طباعه كيف حاله ما هو شعوره يعني واحد راسب بالبكالوريا والناس عم تحكي عن العلامات والطب والصدلة والأسنان والتكميل هذا ما كلام معرفة أحوال الناس قال حفظت لنا عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخو العشيرة لما شافه نبعين رجل منافق رجل يكيد للإسلام يكيد للمسلمين فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما جلس تطلق النبي في وجهه وانبسط له صحيح فضل أهلا وسهلا شو بيساوي النبي عن سوء صلى الله قالت يا عائشة قالت عائشة يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسط له قال يا عائشة متى عهديني فحاشا إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه يعني فشو بيحكي هذا زلمي بيضر الناس هذا زلمي يؤذي الناس اختار الكلمة المناسبة تكون عندك خبرة في الرجال كيف تتعاملوا معهم ذلك الله سبب عدم الوفاق عدم معرفة عقول الناس خلاص خلاص انت حفظت هذا عقله شلون عقله ما بدي حكيكم كل شي بس في عيلة ما فيها واحد عقله أعواج في أسرة ما فيها امرأة يعني لها حالة خاصة من المزاجية ما تسلم يا أخي لما لما تجي فلانة لا تحكوا مثلا عن لا نفرض عن أمر الدنيا والتوسع في الدنيا لما يجي فلان لا تتحدثوا مثلا عن هذا الموضوع ليش لأنه يأسو هيك بتعيش مسرور وما أحد بيزعل منك ولا تزعل من حدا معرفة الرجال معرفة طبائع الرجال يعني واحد تعرف أنه هالكلمة بتذكر له بدنه تذكر له ياها بتدور على الكلمة التي هاي شلوم تنجح بعلاقاتك مع الآخرين واحد تحكي له كلمة بنسر منا بيظل عايش فيها وبنشوتها شهرا شهرا كاملة ثلاثة قال معاملة الناس حسب منازلهم التي أنزلهم الله إياه في كبير في صغير في شيخ في طبيب في مهندس في إنسان ذو مكان في قومه كل واحد تعطيه النبي عليه الصلاة شوف أبو سفيان زلم بيحب إيش بحب الزعام بحب يعود على الكرسي والناس إيش تنظر له كانوا أسلم مجدين آمن نبي اشتراه صلى الله عليه وسلم قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن عرفت عمل اشتراه اشترا عيلته واشترا من هو تحت رايته هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع يعني في عامل الكبير وكيف عامل الصغير في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال أراني في المنام أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر لمين واحد كبير واحد أصغر عمعطلنا بمين بصغير فقيل لي كبر كبر بل ليش بمين بالكبير نحن الآن ينقصنا الخبرة هاي الخبرة شايفين هاي بيقول لك خبرة يجي فلان يا أهلا أبو فلان أنا أيام بيجي واحد أعدو فلان بل بل بقول لأنه فلان أو كذا أنا أعرف أنه الإنسان لا يصلح إلا أن يكون هنا لا يصلح إلا أن يكون هنا قال له كبر كبر فدفعت فدفعته إلى الأكبر منهما ذلك تقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن من إجلال الله عز وجل إجلال ذي الشيبة المسلم في رواية إكرام ذي الشيبة المسلم الصغير إلو شي الكبير إلو شي لك تعرف أن كل واحد تعطي حقه أخوك إلو شي أبوك إلو شي كل واحد يأخذ جمله يلي بيعرف يتعامل مع الناس واحد لازم أنت تروح تشيعه يعني إيش توضعه للباب هذا مو مثل هذا أبوك موت الأخوك هذا الأب له فضل كبير هذا إذا أنت فتحت له باب السيارة وقبلت إيده وجهس له مثل ما بيقولوا قلبيته لجوه وسكرت باب السيارة هذا اسمه إجلال هذا ذي الشيبة المسلم هلأ بتطلع على باص يجي زلم ابن اثمانين ما حدا بيأمله ليش ما نجحنا في علاقاتنا مع الآخرين أنا بمشي في الطريق هذا مو هاي ما اسمه محمد علي الملة هي اسمه ايش هي اسمه راية الإسلام طلع واحد برعة واحد جي هذا مين علمه مين علمه ما هيك بتنادي المسلم هذا عالي والله كنا في أولاد سبعة وثماني نتعلم قال إذا رأيت عصاية ملفوفة بشاشة بيضة فوق من نطائية توقرها لأنه هي شعار الإسلام لإسلام عالم نعرف ما عم نعرف لذلك عم نخسر الآخرين أيام موقف أخوان الكرام موقف ها موقف بساويه الإنسان بغير مسار حياة إنسان واحد بيكون جاي تائب بيشوف غلظة من إنسان بتلاقي لف وإلا زيك الإسلام أنا ما عد بدي هذا بقى هاي الخبرة التي يجب أن نتعلم ها كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يرسل الكتب للملوك يكتب بسم الله الرحمن الرحيم راجعوا السيرة من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم ما قال له رسول الله ما قال له هي لكن هو عطا إيش الفخامي عطا المكان هرقل عظيم الروم كل الإنسان قال له مكاني بدك تنزله مكانته أنزلوا الناس عدين تعلموا أخوان الكرام الفاظ التوقير أيام بيكون في حفلات وكذا ويأخوان الكرام بيأخذوا رأيه مين نعزم وكذا ويأخوان قال له هات لنشوف شو كاتب فلان لفلان طيب قال له اكتب له الموقر قال لي ليش أستاذ تقول له شو خسران أنت تطبع على الأله الكاتبة هيك يعني أقرب للنفس فلان الفلان شيخ حفظه الله هيك دعوة تعلموا الأكابرية الأكابرية يا أخوان الكرام والله هي هي جزء من الإسلام في شيء لا تكلف شيء ملا ملا يعني ما ملا رسم مال أنا أخ أستاذنا حبيبنا يعني كلمة النبي عليه الصلاة والسلام هيك كان يوقع أصحابه يجيبون يحطهم بالصف الأول يقولون ليلني منكم أولو الأحلام والنهى هدون يكرمون يقولون أبو بكر في الجنة عمر في الجنة غثمان في الجنة هذا هذا كله طبعا النبي ما بيحكي كلام إلا إذا كان إله أساس لكن هذا كله تحفيز أما إذا ما من ننزل الناس ما نازله بعدين لا تفكروا لو في بعض الأخوان الكرام بينا لك إيه متصرت مهندس مباركة عم تلعب عندنا هون بالجامع صار مهندس صار أستاذ يشو قال له أنت لما كنت أول الأزمة كنت ولد صلى الأزمة سبع سنين سبحان مغير الأحوال مهندس ناديله مهندس محامي ناديله محامي والطبيب تناديله طبيب والأستاذ تناديله أستاذ ليش إخواني الكرام هذا سبحان الله هي نفس بشرية بعدين توقير أنزل الناس منازله أعطوا كل واحد حقه ولا تقول يعني أنه هذا صهري وهذا ابن أحمايي وهذا مدري إيش ممكن للناس لازم نحضر هالدرس هلأ أنت عن نفسك بتكون متواضع عن نفسك بتكون متواضع أما لما أنت بدك تخاطب الناس بتخاطبهم بالتوقير وبالتبجيل وبالمحبة وتنزلهم منازلهم وتنزلهم منازلهم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم ليس ما عظيم الروم هو عظيم الروم وكتب له ياهو هلأ نحن من إيش بتلاقي هذا لأنه ابن حما وهذا لأنه صهر وهذا لأنه مدري إيش آموا التكاليف وآموا الهله لا أعطي كل إنسان هيك بتبقى المودة أخوك اللي هو أخوك السلام عليكم واحد يقول له كيفك أخي تاني يقول له كيفك أستاذ بيقول لك في تكاليف يا قريبة إيما التكاليف التكاليف ما بتنرفع للإنسان إلا في بيته عند زوجته وعند أولاده أولاده بنادوله بابا وزوجته تناديه باسمه بس غير هيك مرة كنت في دائرة من الدوائر موظف موظف ف قال لي شخص قال له أنت شوفه معي أنت قال له عمت حاكيني إلي قال له أنا اللي عمت حاكيني أنا محامي أنا إلي إسم أنت أنت عمتهيني والله شفته كأنه درس في الأخلاق والقيم لو قال له يا حبيبنا يا أستاذنا أخونا الكبير أنت طب هذا إذا كان دام الناس شو بيحكي لزوجته في ناس ما بوقر أمهات هاي بنادي لأم محمود هي بتكون أم محمود لك لأمك عمت نادي لأم محمود أبوك بنادي لأم محمود بنادي لأم محمد ونادي لأم نادي لأ يا تاج راسي يا نور عيوني يا ست الحبايب والله شيء بيأثر في النفس يا أخوان الكرام الله يعلمنا أيضا حتى تنجح في علاقتك مع الآخرين قال يجب أن تعامل الناس حسب ظواهرهم وأن لا تشغل نفسك ببواطنهم قال لأ أنت هذا لو تعرفه طب أنت شايف شيء لا هيك حاسيس أنت مخطئ النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى أحد ومعه ثلاثة ألاف وصل إلى أحد لف ألفين وتركوا ألف طلعوا كلهم منافقين كان النبي يواكلهم ويشاربهم وروح لعندهم وحتى عبد الله بن أبي سلول مات النبي صلى عليه هو المنافق هو يقولون لئن رجعنا إلى المدينة وكلا سرائرهم إلى الله أقول لك هذا أنت لو تعرف في شيء ظاهر لا ما في شيء ظاهر خليك عملهم بالظاهر عملهم بالظاهر لا تفوت على السرائر نصيحتي 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 لكل إنسان لا تفوتوا ولا تتجسسوا هلأ أيام يأتي الواحد بده يتجسس ويقوم بيصير معه نكد بحياته بيقولوا معقول إنه الناس هيك مع بعضها معقول في هيك هلأ أنت يجيب واحد بس افتح الموبايل تبعه إلا كاريتني ما ساويت الله يسترنا بسطر الجميل عاملوا الناس لو تعرف أنت حق اليقين استروا لماذا استروا لأن النبي عليه صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله الله شو اسمه ستار وانت عبد الستار الله يسترنا بسطر الجميل عاملوا الناس بالظاهر والله بيجي على الجامع خلص بيجي على الجامع قال له كان يشهد أن لا إله إلا الله قال له نعم قال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال ما قالها إلا تملقا ما قالها إلا لأن ينجو من مقتلة قال له أشققت عن قلبه صلى الله عليه وسلم عاملوا الناس بالظاهر خلص بيصوم بتصوم بتصوم ووضع حجاب بتصير في خير ما في خير لكن ليش ما في خير لكن كيف يصير يصير الناس إذا كنا ما من نأخذ بأيديهم إلى الله لا تعاملوا الناس إلا بالظاهر بجيعة الجمعة نيح في خير أبو سفيان 23 سنة وعداوة للنبي أظهر من الإيمان لا إله إلا الله محمد رسول الله النبي احتفى به صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نعلم أن الخطأ من من طبيعة البشر لأننا نجح الإنسان بغلط بغلط يعني أنا بدي أغلط معك بغلط لكن والله الإستاذ غلط يغلط كل ابن آدم خطأ النبي عبس ولا ما عبس وزعيل الصحابي ولا ما زعيل بس اعتذر منه النبي أخطأ فلان خلاص بعد أجي على الجار أخطأ أبي حردت وسافرت أخطأت أمي بعد أحكي مع أمي أخطأ الجار خلاص يعني المؤمن وليعفو أخطأ جارك خلاص أستغل المناسبة وتصافوا وتصافوا يا أخي يغلط يخطل من طبيعة البشر كل ابن آدم خطأ يلي بيئي إلا أكبام وعصى آدم ربه فغوى قال ربي إني قتلت منهم نفسا أخطأ ولا ما أخطأ هو ما وكذو يعني أخطأ الأنبياء أخطأوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر بس قال له إنه إيش يعني أخطأنا بس يعني منك السباح كمان اللي بيجي الواحد بيستسمح منه ما بيرضى نبي عليه الصلاة والسلام قال من أتاه أخاه متنصلا يعني إيش بيعتذر فلم يقبل منه فلن يريد علي الحوض يوما القيامة بعد الخطأ يأتي قبول الاعتذار يجي الواحد أخطأنا بيعتذر خلص بعدين بيمسحها بيمسحها تعرفوها هاي بيحمل لها فرمة كاملة ما بيجي بعد سنة يبلو تزكّر على الأخطاء وليعفو وليصفحو النبي عليه الصلاة والسلام في صحابة يوم يوم ذهب إلى تبوك ما ما راح اسمون المخلفين أمجوا اعتذروا للنبي عليه الصلاة والسلام قبل اعتذارهم ووكل سرائرهم إلى الله قبل العلان أي أخ بيجي بيعتذر منك اقبل منه اعتذار صيحة تعرفوا أنه في ثلاثين بالمية من المشاكل بين الناس سببها العناد لا يجي هو وأبوه لا يجي هو وأمه لا يجي مدري مين ليه طيب خلاص بيلك أنا ما بقبل اعتذار على الواتس أوب لا تخلي أعز الناس إليك ذليل الذل بين يدي الله لو شفت منه هيك كلمة بس إنه هيك يعني شيء من الالتماس الاعتذار قال له خلاص هلا في أخو الاعتذار الهدية أخو الاعتذار إذا واحد جايب لتاني ورده شو معناتها هذا اعتذار إذا جاي وجايب معه مثل ما بيقولوا جاهة أو هيك أخ له مكاني صدقوني مرة أنا مفكر حالي إنه يعني يعني موان أخين دريت يوم العيد إنه متنافرين فاتصلت بالأخ وما قالت له أنه جاي معي فلان لأنه خلاص على موعد رحت وجبت معه قال لي أستاذ بتحب تفوت تفوت أما هاد ما بفوت قال لي يا أبو فلان أصبحنا وأصبح الملك لله هلأ صلينا العيد قال له أنا جاي شفيع لساز على رأسي هاد ما بفوت قال له شوف إن أذنت لي أن أدخل وإياه يعني ندخل دارك ونكسب أجر زيارة أخيم في الله وإن كان غير ذلك قال له فسوف أرجع وإن قيل لكم أرجعوا فأرجع صدقنا رجعت أنا وإياه ولم يقبل شفاعة قالت سبحان الله لا العلم ولا القرآن ولا الأستاذ في ناس هذا العناد وين رمضان اللي صمته وين وين رمضان اللي صمته شو هالأخلاق هاي قال لك والله جاي فلان والله قال له لو كان فيه بيني وبينه دم لو تفضل خلاص قال الله عز وجل أذين بالصلح نحن بدنا كتير تعرفوا أن هدول بدنا فت خبز شو بدنا فت خبز بدنا فت خبز وفت إيش الله يصرنا بستره الجميل قبول أعذار الناس أيضا قال العفو عن أخطاء الناس ومقابلتها بالإحسان هاي با يا عب هاي با هذا فن الفن يعني واحد عمل معك مشك ليه قال لأنه كان عم يحكي عليك راح إجاب أنينة عطر وعطيها شو ساويت فيه شو ساويت فيه لأنه أسائلك وحكى معك قدام الناس راح ساويت له كليين صفيحة وشو ما هذا هذا تكسب ود الناس أنا أعطيكم شغلة هاي أنا مجربها وهي يعني 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 إلي باع طويل فيها أي إنسان في يعني بيسيء إليك ويقول لك أنه لن أتكلم معك ولا نهيه وروح خد له هدية وأول هدية اللي اجتهيتك بها البطيخة بس نقوى البطيخة ظريفة على حب الله ما بنقسم بطيخة إلا تطلع عم خمخة شو صد البطيخ مرة عم فكر الواحد بإله للتاني يا بطيخ أم طلع البطيخ إشروس ميك يعني بطيخ يعني ما عمول والله البطيخ بأكلة طيبة يعني 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 ليش ما قالوا يا أون مزلا يعني اسميك الإشري سبعان الله البطيخ الله عز وجل جعل فيه النفع بالصيف يعني لأنواع كثيرة من المخلوقات أنت بتنتفع فيها ما أكلتها طلعت البطيخة هي ما بيعطوها هون لجاجات يعطوهم إيش بعم فيه حيوانات مما خلق الله بتأكل البطيخ وإشر البطيخ يعني البطيخة مرخيصة الأيام جي بطيخة أطلع مراكزة أي بقى ما ما بيعني فلا بيقول لك الحياة صفياني الإنسان لما بدي يتزوج مثل إيش بس عن الإنسان أن يختار حتى البطيخ فيه منه راكز الله يضلنا على الراكزين أقول آمين مقابلة الإساءة بالإحسان ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن لذلك هاي هي الدرجة العالية من الإيمان أن تعفو عن من ظلمك أن تصل من قطعك يا واحد ما أجعك في العيد يعني ما في مناسبة أنه قال له والله اجتهيت لك تذكره إيش؟ تذكره بصولة الرحيم قال له علبة علبة حلو من النوع الفاخير بعد تلو يا الإنسان عبد الإحسان الإنسان أحسن إلى الناس تستعبت قلوبهم روح قال له والله أنا اجتهيتك بإيش؟ هيك سندوق تفاح زكري إن شاء الله شو حقه؟ يعني الله يعودون عليك بس خلينا نقرب من بعضنا أكثر نقترب من بعضنا أكثر لك يا أخوانا الأخ ما أخو لك ما عم تنجح بعلاقتك مع أخوك علاقتك مع أختك اللي ما في غيرها واحد ما يعرف يكسب ودعمته كلمة طيبة بتليفون لك تليفون شو بكلفك إذا اتصلت بأمك كل يوم السلام عليكم أمي تاج رأسي كيفيك؟ ناقصيك شيفيك؟ دعواتك اليوم ما حسين إجي بي مكرمات يسر لك كما تنجحون طيب إذا كنت قاعد بلاد برا هذول مو نعمي هذول الواتس أب والفايبر والمسنجر والمسنجر خلي تشوفك لك يا حبيبي تقبر قلبي كسبوا ود الناس لك في واحد ما يعرف يكسب ود زوجته كلمة طيبة قال اتقوا النار ولو بشق تمره مو تمره يعني الله عرفان أنه التمر سيغلى قال فمن لم يجد ما في تمر والله سيغلى قال فبكلمة طيبة هي هي كلمة طيبة لذلك خلاصة المحاضرة أخوانا الكرام خلاصة الموضوع اليوم أنه نحن إيش؟ بدنا ننجح بعلاقاتنا مع الآخرين بد يعيدهم اليوم حتى يتوطنوا ويصيروا إيش؟ يعني في قلوبنا أول شيء بدنا ناخد قاعدة مننا نتعلم مكارم الأخلاق علم علم ابنك جيب عشر أخلاق من أخلاق النبي قال له حدثني عن الوفاء ما معنات الوفاء؟ حدثني سجلوا بإيش؟ سجلوا باللغة الإنجليزية الرياضيات بالإنجليزي والفيزياء بالإنجليزي والعلوم بالإنجليزي وبيحكي إيش؟ أخذ طفل وأخذ مدري إيش شو اسمها هي التانية أخلاق تعرف شيء؟ نعم لا يعرف شيء الوفاء يقول لكم لا يعرف الوفاء مرت خالي اسمها وفاء لا يعرف شيء من الوفاء كرم يقول له ابنه لأبو فلان اسمه كرم كرم شوف الكرم شوف النبي قال له هيك بدك تعامل الناس هيك الضيف يتعامل شفت شلون؟ هيك الضيف ما دونه تعود ما بيعرف يجيب كاسة مي للضيف والله في ناس والله مرة درست أنه آداب أكرام الضيف جبت له مين اللي يعلم مين أول من سن الضيافة سيدنا إبراهيم ألا الواحد تعود مستحي أنه يجيب فجلة من هناك مستحي الله قال فقربه إليهم فقربه سيدنا إبراهيم جب له نياه قال له عبي فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ تعلم الأخلاق جب له هيك الصينية اللي فيها تفاعه بأشر له يها هذا الكرم هلا هو تعلمنا الكرم برني ثاني بتعلم الوفاء هذا من طبقه مع الناس نسعد العدو يصبح حبيب نعمل الناس حسب طبيعهم خاصة إذا كانوا محسوبين علينا يعني فينو الواحد يتخلى عن أمه هلا إذا واحد عنده أم بتليد بداء الغيبة والنميمة هلا في واحد بالله يا أخي والله عم توقع بيني وبين مرتي وبيني وبين أختي وبيني بدك تعرف كيف تكسب رضاها ما بتجيب إلا أنه 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 أنت تصيري بنار جهنم لا 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 تعرف هلا هي في عندها سيئة سيئة ولكن في عندها في عندها حسنة الحسنة مثلا بكاء من خشية الله بتنمي لها ياها بتدعي لها لك تعامل الناس حسب طباعهم خاصة المحسوبين عليك أب عنده قصوة في الكلام لا تستفزوا بروح بيحكي معه كلمتين بيأتيك الجواب هذا أب قال له أمرك مطاع قال له كلامك على راسي لا تستفزوا دائما إكرام أيضا معاملة سيد الناس حسب منازلهم صغير ومثل كبير في ناس حكيت أنا مثلا تلاقي عامل ركم بالبيت كل ما يجي سكرة قطعت بسكوت هي عطيل الولد قطعت بسكوت أحسن أحسن من إيش أحسن من الدنيا وما فيها أحسن من محاضراتها كلها ولا ديك أمرو أربعة سنين ما بدأك تعملوا محاضرة كنا الروح المسجد في الحي الذي نسكن فيه كان هناك أحد أخوان الكرام وزع اسمه تيب توب لهلا بذكرة في واحدة تيب توب ووحدة تان تان هلا معد فيه هذه الصريفة كانت ذكرها دكتور نذكرها جبلو سندوك وحقا ثلاثين إرش وقت منا خمساعة عشرين إرش يجعل كل أسبوع وقت الدرس يقوم شوف كل واحد خمس سنين سبع سنين تان تانين نحن نحن لنا شايفين الشيخ ولا لي شايف الجامع ولا المنبر التان تان مقصودي والتيب توب مطلوبة هذا هو الشعار هذا هو الشعار عقل ولد عمره أربع سنين أنزل الطفل الصغير المنزل الصح رايح أنت مثلا مشوار لعند أخوك وعنده ولدين وبنتين ومدري إيش هدول أنا سوبر ماركت لما لما تعطيهم بنتظروا زيارتك لأنه هلا حبوك لما بكبروا شوي بيحب علمك بيحبوا موعظتك لا بيحبوا إيش لكن ليه طيبة في واحد ما بيتلاقي له بس عد بل لك هذا العجيبون يا أيضا معاملت الناس حسب ظواهرهم ظاهر ظاهرها أخته كذا هي الباطن بتعرف شو في الباطن الباطن ما يعرف في غير الله وما بدنا نتعرف على البواطن يعلم السر وأخفى هذا مين الله جل الله جلاله من طبيعة الإنسان الخطأ يعني توقع كل يوم يغلط فلان إني لأعف عن الخادم في اليوم والليلة أكثر من سمعين مرات مرة أربعين مرة مئة مرة غلط غلط ابني صوّب له بعدين شغلة إذا ما كان عرفان الولد أنه خطأ شلوم تحسبوا عليها لا تجنن والأولاد جيب تقول له مثلا لكن أول شيء قال له أنه السرير يجب أنه يرجع مثل ما كان وهي وقال له بابا هاي الأكابرية وهي بعدين من حاسبوا أنه ما ما أصلح سريرة تحكي له مثلا إنسان تشوف العمش في عيونه هذا العمش الذي يظهر من العين له بابا هذا بيدل أنه الإنسان ما صلى الصبح ولا توضى والمؤمن مشريق وكذا قال له هالتاني مرة ما أبدأ يشوفها هالله يرضى عليكم وتاني مرة وتالت مرة وعاشر مرة بعدين من نوجه له تنبيه تنبيه إيش شفوي وتنبيه خطي بعدين الإنسان بيرتقي أيضا قبول اعتذار الناس اعتذرت ببسمي هاي اعتذار بدك تعتذري شو الاعتذار يعني تطلع على منبر جامع الأموي مثلا وتقدم لك اعتذار ولا تساوي يعني بيان صحفي على الفيسبوك البسمة اعتذار الكلمة طيبة اعتذار أخر شيء لعفو عن أخطاء الناس ومقابلتها بالإحسان هذه تتوج العلاقة مع الناس وبالعكس كمان أنا بشوف شغلة ثانية أنه الإنسان يعني يقدم لقدام والبالكي زعلان مني فلان خليني يسيب الهدية وأنت بتجيب الهدية عن جد تكون زعلان هو وتملك وتملك يعني ما له عرفان بيزعلك تجي الهدية إيش بوقتها المناسب تهادوا تحبوا مسبحة شو أيام الإنسان هيك شغلة صغيرة مو الهدية شغلة كبيرة لا والله أيام روح الحج تقول لي الحج لك شو جايب معاك إلا ميط طائية عن جد ميط طائية شو بدق ساي فيهم بجعل حدود يقولوا له لون أنا إمام جامع أنا إمام خطيب جامع والله برجع جايب معي ألف مسبحة كل ما شوفيك يا أخ أخواننا بحبا يبنا هي مسبحة الله يزيق الخير بل كي زعلان مني هادها خلي سامحني شو حق المسبحة شو حق الطائية خلي الناس تحبك لشو حتوضون شانؤون دول المصاري فردون كن كريما سأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين أي ما زلنا لسا الوقت متأخر بعم ساوي الجلسة قبل قبل العشاء إن شاء الله ربنا تقبل منا بسر الفاتحة شكرا